وأكد رئيس أسيسي أن التخطيط لتنمية وعمار سيناء ليس متواضعا مبديا أمله في أن يتم تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليقي بأبناء سيناء ومصر وأوضح أن هناك أراضي زراعية سوف تدخل الانتاج الفعالي في سيناء بحلول نهاية العمل جاري نحن نتكلم في تخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى والهاية المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الرأي ووزارة الزراعة كل الوزارات كانت مشتركة معنا في الموضوع دوت نحن نتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين مش تخطيط متواضع يعني لا لا نحن نتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا ستمائة سبعمائة ألف فدان إجمال الأراضي الزراعية اللي مفروض أن احنا نتمنى على آخر السنة دي مش كده أحمد؟ على آخر السنة دي على آخر السنة دي تكون المياه موجودة سواء من المحسنة أو من محطة البحر البقر والمخطة بس النقل ده اللي كان احنا عايزين نشتغل نخلصه في أسرع وقت ممكن دي لوقت ما بقاش في مشكلة نقدر نقول النهاردة نحبه فيه كمية أراضي نقدر أنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة دي إن شاء الله أنا بكلم هنا على سينة مش بكلم على توشكا ولا الودي النطرون ولا لا أنا بكلم على سينة بس بنتكلم في ستمائة ألف قديم وحديث يعني فده أمر مهم قوي أتمنى أن احنا التنمية والزي ما بقول كده خطتنا خطة مش متواضعة ترجمة نانسي قنقر